انطلاقا من العلاقة الوثيقة التي تجمع بين مصر والأردن قيادة وحكومة وشعبا هناك ثباتا وتوافقا في المواقف والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين هل لك أن تطلعنا على أبرز مجالات التعاون بين البلدين؟ أفاق العناقة بين المملكة الأردنية الشمية وجهورية مصر العربية حقيقة مفتوحة وليس لها حدود أولا هناك تنسيق دائم بين جلالة الملك وسيادة الرئيس الهم الأول وما جرى في القائرة بؤخرا وما يجري دوما القضية الفلسطينية وتبني الزعيمين لهذه القضية والدعم المصري للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية المسيخية في القدس التركيز الزعيمين على ضرورة إيجاد حل سياسي بإقامة الدولة الفلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من حزيران عام 67 هذا لا يمكن للملطقة قناعة الزعيمين أمام العالم وتواصلهم مع العالم أنه لا يمكن أن يحدث استقرار في الملطقة من دونها هذا على صعيد أول صعيد العلاقات السنائية على صعيد العلاقة الثلاثية مع العراق الشقيق وتبني الزعيمين لوجه نظر أساسي وموقف أساسي أن هذا العمق العربي والذي يعني يواجه ظروف صحبة منذ أكثر من ثلاثين عاما يجب أن وحدة أراضيه والعودة لدور الفاعل يدى دور الفاعل في أسرة العربية أتكلم على الإطار الرباعي الذي بدأ العام الماضي بإطار ثلاثي مصر والأردن والإمارات ثم البحرين فيما بعد وهذا يعني الإطار مفتوح أيضا لانضمام دول عربية شقيق أتكلم عن هذه الإطارات في العلاقة الثلاثية كي أقول بوضوح أن ما يجمع الأردن ومصر رغبة مشتركة وإرادة حقيقية من البلدين في التحرك في الإطار العربي أولا لأنه لا يمكن أن تتحرك دوليا ما لم يكن لديك قاعدة صلبة تنطلق منها في الموضع العربية وبالتالي تبني الزعيمين للقضايا العربية وفي مقدمة القضية الفلسطينية هذا له تأثير كبير على الدبلوماسية عالميا ترجمة نانسي قنقر